جل بلاد اليوم كلام في السياسة تحمل امضاء سيد عدنان منصر مدير اديوين رئيسي السابق رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي اهلا وسهلا بيك شكرا لتربية الدعوة مرحبا بيك وشكرا على الدعوة شكرا لك احنا مش نتحثوا اليوم على سنوات الرمل هذا الاصدار الجديد لعدنان منصر عنوان فيه برش احباط بعد شوي بش نتحثوا عليه ولكن بداية خلنا نبدأوا بالمستجدات اللي تم السحة الوطنية قيسة سعيد برشة حديث برشة تأويلات صارت فما يمكن اخلالات اتصالية تتعلق برئيسة الجمهورية ولكن ثابت اليوم انه المسألة هذية بين التنديد والتشكيك بقيت على حالها الى حدود الساعة هذية عدنان منصر شنية نجم تفيدنا به في الموضوع هذية شنية شهدتك وانتي معناها اخدمت مع رئيس الجمهورية الاسبق سيد محمد منصف المرزوقي وربما على التلاعب المواضيع هذية كيفش تصير والله يشوف هو احنا ما تجربة هذي فريدة لانه عمرها مصارت حاجة كما هكا هو الاكيد انه مسألة التواصل ما هوش تفصيل مسألة التواصل مثل أساسي ويسكحنا نحكيه في وسيلة أعلام ونستسمع والموضوع هذا طريح في وسائل الأعلام ولكن طريحها دون معلومات او بما لا يكفي من المعلومات او بمعطيات متضاربة البعض منها منسوب الى أصحابه أشخاصه لمؤسسة ولبعض منها إشاعة وهذا إذا كان الأمر يتعلق بمؤسسة رسمية ومؤسسة بمثل هذه الحساسية في الوقت اللي احنا فيه توا يطرح برشة من مشاكل يعني خلي الرأي العام عرضة للأضراب عرضة للإشاعات عرضة للتشويهات عرضة للخلط المعطيات متعاش تعرف شنو الصحيح من الإشاعة معاش تعرف شنو الموقف من المعلومات والثابت من الخطأ أخبار زائفة تنتشر بشكل كبير الموضوع الاتصالي موضوع مركزي نحن شو عنا في نهاية الأمر عنا بيان بتاع الرئاسة خرج تقريب بعد ثلاث يام من ظهور الإشاعات وعنا معلومات وقوع استقاءها من القنوات غير الرسمية تسريبات إشاعات كل واحد يزيد حاجة إلى أخي أنا مش أقولك أنا كيفش تعاملت مع الموضوع أنا وقت اللي بالنسبة لي رئاسة الجمهورية تهبط بلاغ وتقول رأو صار كذا وكذا أنا محمولة على تصديق المؤسسة هذه مش فقط لأني أنا خدمت فيها وعندي لها احترام ونعرف اللي الأمور فيها حرافية ولكن لأنه لم يسبق أنه موضوع كهذا يكون كما نقوله أحنا محل تشكيك فبطبيعة الحال أنا لم يصدر معناها لم ينتابني أي شك في أنه المعلومة صحيحة من بعد وقت اللي خرجت البلاغ متاع النيابة العومية والحديث على الاختبارات الفنية وما إلى ذلك وصمت رئاسة الجمهورية في المقابل على هذاك ظهر لي أنه المسألة موصف لها فضيحة فضيحة اتصالية وفضيحة سياسية المواطن اللي ما يعرفش كيفاش رئاسة الجمهورية تشتغل اللي هي رودي على الأساليب العمل والسلامة الإجراءات وما إلى ذلك يقول شلو اللي قاعد يحصل وصمت رئاسة الجمهورية هالغموض هذي الاتصالي أو الغياب الاتصالي غياب خطر بلا نتخة رسمية أنا أنا أحط روحي في بلاست كنتي في بلاست أي أعلامي يلقى روحه مجبر على أنه يتخلى على يقره الكل في خصوص المصادر ومصادر درجات المصادر واخلقية المهنة واخلقية المهنة واخلقية المهنة في السطر الإخرانين على أنه التصميم الحقيقي هو تصميم العقول هل نفهم منه هذي أنه ما تماش محاولة تصميم حقيقية بالظرف هذي وإلا جملة هكاكة بلاغية حقيقة العالمين ربي يعينهم ولكن أنا أقول الديمقراطية في الجانب الكبير منها هي الشفافية ومؤسسات الدولة يفترض أنها ما عندهش ما تخفيها وأنه إذا كان يصير خطأ فالدولة أبقى من الأشخاص ورئيس الجمهورية ربما ما كانش مسؤول على كيفش بدات الحكاية من لون لكنه بعد ما رت عناصر تشكك بقوة في ما قيل في أول مرة فأنه يصبح مسؤول إذا كان لم يتصرف بالطريقة التي تعيد لرئيس الجمهورية المصدقية شنو ممكن اليوم يعمل للتديرك ويعيد يعني نقول أنا نقول اللي صارت أخطأ ظهر أنه صارت أخطأ فبسب المسألة بسيطة قراءتك وإحنا نحب ونفهمه وإنتي أشارد منذ قليل وقت اللي غيب معناها التواصل بين الصحفي والجهيز معناه من الأجهزة المعينة بما فيها رئيس الجمهورية فإنه بضرورة بش نسقطه في التأويل ولكن نحن اليوم بحاجة إلي قراءات بش نفهمه شنو اللي قاعد يصير أنا نقول اللي ربما صارت أخطأ في مش ربما أكيد صارت أخطأ خطرها اللي حكاية هذه لصارت الكل ما تنجمش ما يكونش وراها خطأ خطأ شكون ما عنديش فكرة شكون حاول الخطأ هذا يعطيها يغطي عليه ربما بمغالطات ما عنديش فكرة لكن نعرف أنه الخطأ هذه تنجم تحصل يحصل الخطأ مش مأساة ولكن عندما لا يقع إصلاح الخطأ هذه المأساة اليوم حشتنا بتفسير عام وهذا هي شاهدتك فيما يتعلق بالموضوع هذي ولكن منذ قليل أشار زميلي قاسم الغربي قال اللي مستحيل توصل لرئاسة الجمهورية جواب ما فيش اسم البعث يعني أنا كي سؤلت في وسائل العلام قلت ثم ثغرة ثم ثغرة خلت الحاجة كما هكت توصل خطرت في الأوقات العادية في البروتوكول الأمني المتبع من الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة الشخصية اسمية مثل هذه الثغرات يفترض أنها غير موجودة ناس حرفيين ناس منظمين السيسام إلي رودي منذ عشرة السنين وبالتالي صعيب بارشة باش توصل صعيب خطر ما ثماش إمكانية إلا أنه يوصل عن طريق البريد وهذا كيمشي المكتب الضبط ولا إذا كان وصل عن طريق شخص تأخذ الهوية وقال لي يكون شخص مكلف من مؤسسة أخرى بإيصال وفي كل حالات ثم بردرو وثم تصحاح وثم هوية وثم كذا أنه توصل رسالة ما عليها حتى اسم بعث وما يعرفوش كون جابها وتوصل مديرة الدوان باش تحلها هذا من شبه المستحيل واضح هذا القراءة فيما يتعلق بالموضوع الأول الموضوع ثاني نتحث فيه على سنوات الرمل هذا إصدار جديد لعدنين منصر اللي هو رئيس مركز الدراسات والاستراتيجية مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي اليوم كنت حطوا على سنوات الرمل أي سنوات أنت اليوم بحثت فيها تعمقت فيها وكنت حطوا هلا على تعبير هذية سيا عدنين اختيارك للرمل كان مقصود بطبيعة الحال ولكن شنية اللي تحب تبلغه للقراء وللنازل اللي تسمع فينا اليوم فرصة هو شكرا لك أستاذك على الإشارة اللطيفة للكتاب هو في الحقيقة يفهم بالعنوان الفرعي كتاب لأن العنوان الأصلي فيه كنه طابع أدبي تظهر كنها رواية ولكن العنوان الفرعي هو تفكر في معارك الانتقال الديمقراطي 2011-2014 لكن في الحقيقة الكتاب يستند على معطيات من تلك الفترة ولكن هو محاولة تقييم لكل الفترة هذه متاع العشر سنوات منذ اندلاع الثورة ومحاولة تفهم ومحاولة تقتراح منهج لفهم هذه الفترة على ضوء العلوم الإنسانية على ضوء التجربة أيضا وعلى ضوء الأحداث اللي قاعدين نعيش فيها ولذلك تجدين في الكتاب معطيات من الأسابيع الأخيرة من الأشهر الأخيرة هو ماهوش متوقف الأكاديمية هو محاولة للفهم الشنون مقصود بسلاوة الرمل وهذا أفسره في أكثر من المناسبة في الكتاب هو أنه منذ عشر سنوات الانطباع اللي يحصل للآن وننظر إلى هذه الفترة هو أنه منجحناش أن نبني على شيء صلب والحديث اليوم على سبيل المثال أحنا في معناها الأيام الأسبوع الثالث من شهر جام في البلاد شهدت عنيفة ليلية ونهارية وجرحة ومصابين وشهيد الله يرحم ومئات الإقافات إلى ذلك شو اللي عندنا الدباع من البارح تحوير الدستور اللي جعله برلمانيا أكثر نقول أنا هذا يدليل على العماء الاستراتيجي اللي احنا ماشيين فيه عنا عشر سنوات يعني من جملة المشاكل اللي عبرت عن نفسها بعنف منذ أسابيع فقط وبصفة دورية كل سنة أو كل شهر الطابقة السياسية كل ما يهمها هو توزيع فضاءات النفوذ فيما بينها والمجتمع متروك لحال سبيله متروك لشأنه متروك يعني يسير أزمته بطريقة يومية والمفرقة سيدة عدنين اليوم أنه الثورة 2011 كانت هي بالأساس الثورة اجتماعية ولكن تم الركوب على الأحداث وتصورت النخبة السياسية في بلادنا أنه انتصار لنخبة السياسية والسياسة في تونس والحال أنه كانت فيما مطالب اجتماعية قاعدة تكرر إلى يوم لذلك عندما يقول لك أطرد الطبيعة تعود لك بسرعة شاسر وناتوري وقالو وهذا اللي صار بضبط إذا كان أنت عشر سنوات أنا والناس الكل الناشطة في السياسة اللي كانت ناشطة اللي ما زالت ناشطة اللي ما زالت معنية بانتخابات وغير معنية بانتخابات يعني كل هذه الفئة من نخب اللي بشيء تحولت إلى طبقة نوع من الطبقة الاجتماعية واللي عندها المشاكل الخاصة متاحها وفي قطيعة كاملة مع انتظارات الناس صحيح الناس كانت تحب الحرية وكل شيء ولكن الناس أيضا عندها مطالب اجتماعية عندها حاجيات اجتماعية لا ينفع شيئا أنك تنكر أولوية هذه المطالب الاجتماعية لأنك وقت اللي تنكرها ترجع لك بسرعة فيش ترجع لك الإجرام لزياد الاحتجاج الاجتماعي في تفقر الناس ومعها الأزمة الصحية هذه الأزمة الاجتماعية والتي مضاعفة في المقابل في عود يطلع السيد رئيس البرلمان ويحكي على أنه يشتقدم مشروع قانون لزياد الأجر الأدنى على سبيل المثال لمساعدة الفئات الضعيفة لإلغاء بعض الترخيص في بعض القطاعات لفتحها أمام الشباب للنشاط الاقتصادي لتوفير مداخيل إلى خيره نلقوه أولويته الأساسية هو الصراع مع رئيس الجمهورية على الصلاحيات والصراع مع رئيس الجمهورية في موضوع الدستور ونظام الحكم أي توزيع مربعات النفوذ توزيع مربعات الصلاحيات توزيع مربعات الصلاحيات أنا أتسأل وأنت معناها ربما في الكتاب من 2011 إلى 2014 عنوانت يتناسب معه من 2014 إلى 2021 اليوم خلينا نقوله اللي هو سنوات الإنكار نجم نقوله سنوات الإنكار أوضع زادت زادت التراجعة على جميع المستويات أو بطبيعة الحال وهذا يتشري من غير ما نقوله أنه ثم شخص مسؤول على هذا أو حزب مسؤول على هذا ولن يكون لن يكون هذا سؤالي ولكن وانتي بصيفتك رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي وعلى التلاع بالوضعية التونسية منذ عشر سنوات اليوم يقول قايل شنية قاعد معناه في تونس باش يتجاذبوا من أجله الحكم هذية في تونس مش نية الجدوى أنك اليوم تعارك من أجل الحكم مش نية مزال فيها تونس والحال أنه احتقان اجتماعي قاعد كل يوم يتطور ويتزيد والأرقام معناها أكبر دليل يعني شوف ثم السياسة والسياسة هي ملتقى الكثير من الأفكار والكثير من الطموحات والطموحات الشخصية والطموحات الجاه وأنه في الثروة هي طموحات حقية أنت تشوف صراع ساعد في إدارة في آخر البلاد تلقى صراع كبير على رئاسة مصلحة في إدارة من الإدارات وصراع ياخذ أبعاد كبيرة برش فما بالك بالدولة اللي ياخذ القرار حربت من المثال اللي ياخذ القرار في الدولة هرأي يولي أثر في حياة الناس هرأي يولي ينجم يخدم أفكاره ينجم ينفع الناس ينجم يخدم مصلحته وينفع روحه بالغطاء هذك شوف أنت عساب المثال النقاش اللي حول الحصانة شنو الانطباع الناس اللي عندها الانطباع عند كثير من الناس أنك باش تفلت من المحاسبة ادخل للبرلمان تولي عندك حصانة تفلت من المحاسبة وهو كذلك هذا هو الصور يعني خلي على الأقل نقول وبرشة ناس تفكر هكي احنا معاها مش معاها مش هذا الموضوع ما ثم في التمثلات بتاع الناس الحاجة هذه موجودة هذا مش كافي ليتصارع من أجل الناس تقول انتي صراع ما عاش عنده معنا نقول احنا بعكس انا بلادنا اهلي بلادنا سعى ربما ثم ناس عندها ثلاثة اواربع خمسة جنسيات وعندها مصالح واموال برا احنا معنا حد شايل برا هذه بلادنا وورثناها على أبائنا وأجدادنا ونحبوا نورثوها الأبناءنا وأحفادنا ونحبوا نورثوها خير من اللي اعطيناها خير من اللي اخذناها هذا يكافي على الأقل باش إنسان ما زال يهتم بالشأن العام باش يقول الحاجة هذه صحيحة وهذه غالطة باش يقول أن السياسة هذه جيب نتيجة وهذه جربناها ومعاش تجيب نتيجة والصراع هذية على الحكم هل يستقيم مع الواقع التونسي اليوم عنا مكونة مجتمع المدنيين منظمة الوطنية اللي هي فعلة قادرة أنها في كل مرة تدلو بالوها فيما يتعلق بالأمور العامة في البلاد وخاصة الأمور السياسية سيد العدنين هي هو شوف ما هو الشأن العام في النظام الديمقراطي هو شأن عام هو متاح التدخل فيه للجميع بغض نظر على الموقع وبغض نظر على الخلفية هذه الديمقراطية تبشيك مش احنا باش نعاود ونصنعو الديمقراطية لكن نرجع لك لفكرة أنه مش مازال ما يتصارع على البلاد هذية بقوا نقولوا احنا البلاد هذية أولا هي معمولة باش مش نتصارعوا عليها باش نتصارعوا من أجلها وهذا المطلوب هذه الحاجة أولا لكن رأوا الكثير من الناس وقتلت توصل للحكم وتملك نواب وتملك أحزاب وتملك مواقع وما إلى ذلك رأي مش بشرطه تفكر كيفنا رأي وما تفكر في مصلحها تحب تعمل قانون يعفيها من ضرائب معينة أو يسكر قطعات اقتصادية هي تعتبرها ملكها يسكرها على غيرها أو تشريع في حد ذاته وممارسة دولة كسلطة ولي ولا معتمد ولا كذا رأوا مش بشرطه الناس تدخل للمسألة هذه من منطلق الحرص على المصلحة العامة المصلحة الخاصة أيضا موجودة المصلحة الحزبية المصلحة المناطقية المصلحة العرشية المصلحة الإيديولوجية إلى آخره هذا كم مركب من المتدخلين الناس اللي حريصة على بلادها ما عليها إلا أنها كما نقوله أحنا تثني الركبة تتعامل بطريقة جدية مع المشاكل العامة تقول رأيها تقول رأيها كيفاش سيد عدنان الرأي كيفاش بالغروب الشارع بالضبط كيفاش والحال أنه أنت تعرف معناها بكل ما تسمح به الديمقراطية بكل ما تسمح به على سبيل الميل منع الناس من أنها تتظاهر ولو أمام البرلمان هو تتعامل الديمقراطية الديمقراطية ما هو فقط برلمان والناس في تصوت بين ظفرين بحسب ما يمليه ضميرها على القوانين أو على حكومة الديمقراطية عندها مكملات أخرى أساسية اللي هي حرية تعبير اللي هي حرية التظاهر اللي هي حرية التنظم هذه ما تنجمش تاخو أنت تقول عندي برلمان يمارسة الديمقراطية يصوت على الحكومة وفي نفس الوقت تمنع بالمدرعات وقوات الأمن وما إلى ذلك الناس من أنها تعبر عن رأيها ولا تتظاهر مثل ما دجل تكون أنت في نظام ديمقراطي وتعتقل المواطن لأنه اكتب فقرة على الشبكات الاجتماعية لأنه بالطريقة هذه ولنقول لك أنا حتى اللي تعمل فيه أنت ما هيش ديمقراطية دونك الديمقراطية عندها أسلحة وأسلحة قوية لتغيير الواقع لكن شرط أنها تكون متكاملة مع بعضها ما ناخدوش الديمقراطية فقط باهي الديمقراطية كتوصلنا للحكم وخايبة كتخرجنا بالحكم الديمقراطية هذه محرّب كامل في برشة قطايع ولكن ما يمشي المحرّك إلا من قطايع الكل تبدأ تخدم تبدأ مزيتة بالباهي وتبدأ ثم طاقة وتبدأ ثم سائق حريص على أن المحرّك هذاك يكون في سيارة تحترم إشارة المرور إشارة الوقف باش ما نكونوش صوت واحد اللي هنا في الستوديو ربما من التبريرات اللي تعتمدهم الحكومة عادة إن وذيك الامكانيات المالية الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد سعيبة برشة ما نجموش نخدمه أكثر معناها مش مطلوب منهم مش يخدم مطلوب هو شوف احنا توفي نظام اقتصادي رأس مالي ليبي صحيح ولا والليبرالية تترض داعه يعمل داعه يمر يمر بنى حق الدولة قطاعات كاملة شدتها الناس معينة والعائلات معينة حكاية الرخصة في النشاط الاقتصادي هذه الرخصة المسبقة رأي حاجة بتاعتخلف يعني نخذع سبيل المثال أي قطاع من القطاعات نحب باش نعطي مثال أنا لكن أقوله مثال يا سيدي قطاع إيكس الملابس المستعمل المستور ده ولا السيارات ولا إليه آخر طيب أعلاش القطاعات هذه والرخص تعطى الناس معينة من عائلات معينة وتحتكرها وتسكر على غيرها في حين أنها تنجم تحل مشاكل كبيرة برشا للناس المنجم الحقيقي اللي النجم النجم الناس كل تتحسن وضعيتها باستغلاله مش الفصفات المنجم هو القانون والقانون هذي الآن مسكر على معظم القطاعات المربح والمنجة لفائدة ناس معين اللي نسميوه احنا اقتصاد الريع فهمتني معنا يبدأ قاعد في داره وهو وفيش كل شهر جي 100 مليون 200 مليون 300 مليون من غير كفاءة خاصة ومن غير مجهود ومن غير مجهود وما ثمش عليش هو محتكر القطاع هذيك وقت اللي انتي تعمل في كي معسى بالمثال تو كانت المقاهي كانت بالرخص لاني بقرص شروط هذا مثال بسيط برشة وقس على ذلك في كل الأنشطة الاقتصادية إذا كانت دولة تحب تحل جزء كبير من المشكلة الاجتماعية والمشكلة الاقتصادية يلزمها تكون دولة مايش في خدمة أربع كعبات أربع عائلات يدوروا في بعضهم حتى الزواج يتزوجوا من بعضهم دونكو الثروة مسكرين ولا جابوها بالعرق إلى آخر جابوها بالقرب من الدولة وبقرارات خرجتها لهم الدولة لهم هما محاباتا على المقاس سيد عدنين وانتوما كنتوا جزء من منظومة الحكم في وقت من الأوقات اليوم ربما من الانتقادات اللي تلاحق الأحزاب اللي كانت تحكم في وقت من الأوقات بما فيها عدنين منصر وغيره وحتى المنصف المرزوقي في وقت من الأوقات انتوما كنتوا جزء من الحكم في تونس وأنتم زايدة ساهمتوا في الأوضاع اللي أسنلها إلى اليوم شوف هو كعشان أقول لك حكاية كانت تشوف لك تاب بنتي تلقاني حتى أنا برغم اللي مواقف السياسية معروفة كل شيء ولكن حتى خصوم السياسيين أو اللي كانوا خصوم السياسيين ما حملتهمش مسؤولية مباشرة لأنه عنا عنا سياق كامل بتعاش سنوات تتالت فيها الناس على الحكم تتالت فيها قدش عنا تسعة حفومة تواحنا تقريب تسعة اي والأغلبيات تبدلت والأغلبيات تبدلت احنا كنرجع الفترة منتاع 2000 أكتوبر 2011 حتى الأواخر أكتوبر نوفمبر 2013 نلقع الفترة لتنفاق تيالي شهيد لبراهميش شهيد شكري بالعيد الافترابات والدستور إلى آخره إلى آخره صارت في الدستور ادخال بعض النقاط الهامة كما سيادة الشعب على الفروات الطبيعية وبرشا قوانين تخص الشفافية إلى آخره ولكن في عامين عامل المجل تأسيسي أو ثلاث سنوات عامل المجل تأسيسي اللي هي الكتل فيها انقسام وفيها مثلا مايش أغلبيات أصلا مايش لنيغ فرصة لنقاش مثمر في المسائل الاقتصادية والاجتماعية من بعد جاءت تحالفات كما تحالف النهضة وندياتونس على سبيل المثال في عامل مرحوم باشي قايت السبسي اللي هو تحالف ضمن تقريبا 150 نايب اللي هما كانوا منجموا يعملوا القوانين الكل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لو كانت هناك الإرادة الاقتصادي والإرادة السياسية من وقتها إلى طبعا بل ثمان من هذاك الوقت لأن توجهاتهم ليبرالية توجهاتهم غير اجتماعية ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم التوجهات الليبرالية هي المسيطرة الناس اللي تحب توعيد النظر في النموذج التنموي في النموذج الاقتصادي في مسائل الاقتصاد الريع هي دائما كانت ناس أقلية من ألف وحداش يعني والمسائل هذه ستطلب تطلب ديباء الساعة يكون نضج طويل في وضعية من الوضعية السياسية تسمح بالخروج بخلاصات هادئة حول الموضوع هذي برفليكسيون لا سيونال قوية برشا وتكون ثم أغلبية يعني مستعدة لتطبيق هذي أنت تحكي لعشابي المثال في 2011-2012 أنا دخلت الحزب المؤتمر في 2012 حزب المؤتمر كان من أفكاره هذية ولكن حزب المؤتمر قدش كان الحجم بتاعه بينما أنت عند حركة النهضة هي توجهة ليبرالي اللي هي توجهها يعني ما تقلقوش الرأس ما لها المتوحشة كما نعيشها اليوم بعيدا عن تحميل المسؤولية السياسية للنهضة ولا لغيرها نقولوا البلاد هذه ناقصة يسار ونقصة يسار اجتماعي يسار نجمو نحكيو فيه برشا لكن ما عنيش برشا وقت يسار متصالح مع هويته ومتصالح مع ثقافيته ويسار كيف نحبوه نس كل ويكون قويل يسار هذي وكثير الارتباط باهتمامات الناس الاجتماعية وقادر على التغيير دونك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ايش عندك انت عندك غلبة واضحة للتيارات الليبرالية اللي المسائل هذية هي محرمات عندها الغاء اقتصاد الريع هي نفسها تعيش من اقتصاد الريع ايه توسع عبدالين كان لخصو الموضوع هذي محاولة التدارك معناها لزمها خدمة كبيرة وإلا ليه على الاقل مبدئيا نجموا نلقاوا جزء من الحل للاشكاليات اللي قاعدين نعيشوها او للازمة خطر فما شبه اجماع انه فما ازمة عيش فيها لانه اللي ريناه من احتجاجات واللي يتكرر كل عام طريقة اعنف هو مهدد مش للاستقرار فقط هو مهدد بعنف للنموذج هذي دعوك ثم امكانية ثم هامش لانه حتى التيارات الليبرالية المهامة على القرار الاقتصادي والاجتماعي الآن تعمل وقف التأمل وتقول اذا كان من صلحش الامور ارى ويمكن ان يجي نهار هالحتياجات هذه الطرح البية وبكل شيء ونصبح في وضعية تناحر طبقي تناحر اجتماعي الى اخره لان الناس مش تلقى روحها من هالحيط في زنقة اقتصادين واجتماعيين وهذا تقريبا احنا موجودين فيه الآن دعوك اذا كان هالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية المهيمة بغض النظر على الاحزاب ما تفكرش في انه من مصلحتها هي نفسها الاستقرار حتى مصلحها يعني تكون شوية ذكية ما تليش الاحتجاجات تتخلص من شوية انانية تتخلص من شوية انانية تتخلي شوية لفضاء بطريقة فيها نوع من بعد النظر لانه اذا كان بش يتواصل الضغط هذي على الطبقات الضعيفة سيحصل انفجار لن يكون بالامكان لاحد ان ينجو منه بالضبط وهذا هو اذا كان صار انفجار الناس الكل بش تغرق فيه لقدر الله هذا هو بين التفسير والتحليل كانت مدخلتك اليوم معنا سيد عدنان منصر مدير ديوينر رئيسي السابق رئيس مركز دراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي شرفني بالحضور شكرا مرة اخرى لتلبية الدعوة شكرا لكم اوفي انا في كل مكان لي وفائكم الاذاعة الوطنية التونسية الكلمة لقسم الاخبار الرياضية شهير الكيفي ولكن اعطيه المجال دي ما قبل بطقيقتين مشي عقم الستوديو هذا هو الوضع الوبائي في تونس شكرا لكم وانما كنتوا اجمل التحيات كوثر بن دليلاريب